السلام عليكم ورحمة الله كاتو مرة وقت طويل عبما ديزلت فيديو رمضان مبارك سننزل بعض السلسلات التي تفعل كلاس رويال اللعبة الإدمانية مرة سنزل السلسلية كيف تم الإنسان كيف تمكنك تهزم بعض الجيوش وكيف تشكل الجيش وكيف تهزم اليوم سنتعمل ضد سباركي سباركي المزعج التي تضربتها في الوتوار يجب أن يتوقف سندخل في الربلاي بسم الله هنا أول شيء أبستطيع اهدوء سنزل هو سنزل الهوغ رايدر سنزل الهوغ الريكسر الهوغ الريكسر لما هو نزلها فهذا يجعلني شيء أنه لا يوجد شيء فالذي لا يوجد شيء ثاني يستطيع أن يحمل الهوغ الريكسر أو يكل شيء يبعد عن الهوغ رايدر اق forbidden ثاني أثنينه عندما تعرف أن يضع الهوغ الريكسر فأكيد أكيد هو عنده شيء كبير عنده الشيء محتاج 6 الكسر او 7 الكسر اكيد هو عنده يا اما صباركي يا اما عنده العملاق فاوكي هنلعب احنا بهدوء هنزلنا العملاق المينيون هيدربه شوية للعملاق فبالتالي انا عارف انه عندي الارتشر فرزي الارتشر من ورا بحيس يسقطه المينيون من حياتي انا عندي هجمة قوية عندي الارتشر وعندي البرباريان وعندي العملاق مش مشكلة هو لما نسل الارتشر او عفوا مش الارتشر فهو عارف انا هو ما عنده شيء ابدا ينزل شيء ثاني هلعب بهدوء هنزل بومب ما عدتذكر اسمه هدا البومب الانتحاري وننحب بيجوم نلعب الهوغ رايدر بباشرة لان عارف هو ما عنده مرة الاكسر اول مينيون هيدرب شوية البومب بالاخير انا هنزل العملاق عشان المينيون يلتهوا بالعملاق وبعده هنزل الاسهم القوبلينس يضربوا اسهم مبعيد عشان عارف انه عنده الفريز هنزل القوبلينس العادي الاحين هلأ مرة عن هجمة قوية هنضرب القنبلة متفجرة او النار شوفوا مرة قوية ما عنده شيء ثاني ما عنده اوليكسر نهائيا انا هاذي اللحظة عرفت انه عنده شيء كبير ما بده ينزلوا الا بالنهاية هنجدوا من الهوغ رايدر هيلعبوا القوبلينس ما هيساويه الشيء القوبلينس ما هيساويه ضد الهوغ رايدر هيدرب حلوغ رايدر حيضرب 3 ضربات لتاور حالي عب هدوء هنزل العملاق عشان كل التروب سيلتهوا بالعملاق وهنا هنزل القوبلينس عشان يضربوا المينين وهذا هكذا كما ترى أنا عندي التاور 2 فقط الأسهم سوف نقوم بالفاضي لا تقوم بأسفل قوي سنهجم حيث التاور الراه التاور انتهى هو عارف ان التاور سيروح فنزل سباركي من ورا الطريقة الوحيدة تجم سباركي ان تجم على الرئيس فباشرة اهمل سباركي واهمل التاور الضعيف سنزل العملاق وبعد سنزل ارشا عشان يضربه هنا هنا انا عارف ان سباركي سيرعف فبالتالي يا اما يضرب الراه fentك سباركي وحتى اراه فبالتالي خليله يضرب على الطاور ونزلت الى الم tryin عشان يقتله مباشرة زي ما اكدتним هون وحلعب العملاق مباشرة على الرئيس لان سباركي سي strength after allocation وبعد ما يضرب الطاورور صغير سيذهب للتاور الكبير التاعي بالتالي انا بالتالي سوف يذهب على الرئيس مباشرة كما تلاحظ سنزل البرباريانس عشان يقتلوا سباركي لكن ما مهتم ابدا هو يأسان هو يأس وبالتالي يستخدم الفريز بيل كما ترى خلاص هو انتهى هو عارف ان هو منتهي نزل سباركي سباركي ما هيسوي شي ضده العملاق العملاق يحتاج ضربتين من سباركي خلاص انتهى وديت هون الضحك الهيستيرية لكي تستخدم سباركي لا اعرف انزل اجل ما يستخدم سباركي نراكم بحلقة جديدة معكم عبدالله ويا اللقاء